كابتن جمال يمكن في بعض الناس بتقول ان عندك اسلام جابر في نص الملعب عندك اوباما ممكن يلعبها هو النار دفع محمد عبدالغني التجربة لمحمد عبدالغني في مباراة زي دي هل انت شايفها رسك؟ هل انت شايف ان هي فعلا مناسبة لي وضع التيم الحالي بغياب طريق حامد غياب مؤثر بشكل كبير؟ هل محمد عبدالغني ممكن ينجح في هذا المركز الجديد؟ لأول مرة يلعبها من فترة يعني والله طبعا هو يعني المباراة اكيد ان هو اول مباراة ويلعبها وخارج ملعبنا ومطالب ان انت تكسب تلعب مكان لعب كبير جدا زي طريق حامد اكيد عليه دغوطات بس احنا يعني ما نقدرش نقول هو هيبقى كويس ولا هيبقى وحش غير لما نشوفه اتمنى طبعا ان هو يقديها بشكل كويس انما كامكانيات كمقاومات عنده انه يقدر يعمل كده زي ما قال كابتن حامده بيقدر يسلم ويستلم كويس اكيد هو اساسا قريدي مدافع ده شيء كان مطلوب جدا لو رحت الحتة امام عشور مع اسلام جابر يبقى انت هتفقد حتة اللي هو اللعيب اللي بيقطع الكورة اما الاتنين دول بيدفعوا كويس كاماكن يعني ممكن اعرف في مكاني كويس انما مش من الناس اللي بتروح تقطع الكورة الاتنين ممكن امام شوية شوية انما ازاي طريق حامد اسلام جابر ده مش مكانه اصلا طريق بيدي الحرية كبيرة جدا للعيبة اللي جنبه اللي قاله كابتن احمد عبدالحليم من استوديوهين ثلاثة خلاص بقى متمرس في الحتة دي عارف الكورة راحة فين عارف الوقفة هيوقف ازاي ما بقاش ممكن بيجري كتير لانه خلاص حفظ المكان ده فكل دي حاجات بتكتسبها من الخبرات من اللعب فالنهاردة محمد عبدالغني برضو مش عايزين نقارنه بطريق حامد ما تقدرش اتقارنه بطريق حامد دي بعض القطات من سفر البعثة بتاعتنا يا جماعة في مطار القيارة لسه هم في مطار قبل من السفر ووصولوا بالسلام فانا اتمنى ان الاكتشاف بتاع كارتيرون ده يبقى مفيد النهاردة للفريق لان احنا فعلا محتاجين حد في نص الملعب يقطع كرة ويسلم كويس فممكن عبدالغني يقدر عنده الامكانيات انه يعمل كده هي بس الجزئية بتاعت الناس اللي قدام يعني احنا طبيعا احنا كنا المفروض متعودين على زيزو متعودين على بن شارقي فالنهاردة ان دخول سي سي انا شايف ان دي اضافة قوية جدا وممكن تخلي بن شارقي يعني يفكر شوي يبتدي بقى يعيد حساباته انه مش في كل الوقت انا هلعب ومش في اي مستوى هلعب لا لازم المستوى يبقى قوي جدا وقدم مستويات كويسة قوي عشان ادخل تاني في التشكيل او احجز مكاني في التشكيل الاساسي الجزئية التانية اللي انا برضو شفتها من التشكيل ده خصوصا الجانب الهجومي انه ممكن الراجل ما يبقاش عايز يكسب الشوت الاولاني كارتيرون اه كارتيرون ممكن يكون توازن الاول اه عايز اول في توازن وشوت التاني ممكن مع التغييرات الناس اللي موجودة عندي برا اقدر ان انا اغير الشكل او ان انا اغير النتيجة او ان انا اضغط تاني من قدام ان انا عايز اكسب فاعتقد ان ممكن الشوت الاولاني هيبقى بيستكشف الاول الفريق نلعب بتوازن لعيب عندك بيقوموا بالادوار الدفاعية سواء سي سي او اوباما امام عشور مع عبدالغاني خلاص ما عندكش مشكلة في الجزئية دي فاعتقد ان الشوت الاولاني ممكن يبقى فيه توازن لو الفريق اللي قدامك اكيد في اول عشر ده رباس عايز يضغط على ملعبه وعايز يكسب يعني ده طبيعي